تعالى بس عايز اقولك على حاجة قبل ما نبدأ نخش فيه يمكن اللقاء الهام اللي حصل النهاردة جو بايدن قال في مقال في وول ستريت جورنال تعبير انا اراء تعبير اما انه غريب جدا او مخيف جدا او غير مسؤول جدا او متعمد جدا والاربع حاجات اللي انا طرحتهم عليك دول يبدو انه هما ملهمش علاقة ببعض اللهم الا الغريب والمزهل والمخيف يعني ايه هو التعبير هو كان بيعلق على مسألة التوترات ما بين طهران وما بين تل قبيب فبيقول ايه بيقول انه ايران هدفها الرئيسي محو اسرائيل من الوجود ودي اغرب حاجة انا سمعتها بجد يعني وهقولك ليه وانه هما عاوزين يقضوا على الدولة اليهودية الوحيدة الموجودة في العالم وده تعبير مخيف او غير مسؤول طيب ايران عايزة تمحو اسرائيل من الوجود ما اعتقدش خالص لانه من 79 لحد النهاردة مفيش اجراء واحد بيقول كده مفيش عملية واحدة بتقول كده ادي واحد اتنين العلاقات اللي هي love and hate relationship علاقة الحب والقراهية المستمرة والمختلطة ما بين طهران وما بين واشنطن ما بتقولش كده انه ايران تبلغ الامريكان بالضربة ما بيقولش كده ان ايران بلغت اكتر من عاصمة واكتر من جهاز بانه احنا هنضرب ما بتقولش كده انه اسرائيل نفسها بتقول طب ما احنا كنا عارفين ما بيقولش كده فده جملة شديدة الغرابة انها تصدر من رئيس الولايات المتحدة الامريكية اللهم ان كان بايدن بقى دي قصة تاني وبايدن نحن عارفين تصريحاته الحقيقة اصبحت بتحمل الكثير من المتناقضات والغرائب والمواقف واحيانا الترائف على رأي الله يرحمه رب جلال علام طيب الشيء المخيف بقى انها تريد ان تمحوا الدولة اليهودية الوحيدة موجودة في المنطقة وده شيء مزعج بالنسبة لبايدن تبقى للمقالة المنشور في ولي ستريت جورنال ده مش كلامي يعني ايه الدولة اليهودية الوحيدة في المنطقة مفترض جدلا ان الولايات المتحدة الامريكية ودول العالم التي تصرف نفسها بانها دول العالم الحر لا تشجع على قيام اي دولة دينية ده منطقهم دي ادبياتهم دي فلسفاتهم ده خطبهم طول الوقت ناراتف زي ما بيتقال كده بتاع دول العالم الحرس او اذا كانوا الاوروبيين او الامريكان او دول زي مثلا كندا ولا نيوزيلاندا كل الكلام ده مفيش حاجة اسمها دولة دينية مفيش حاجة اسمها دول قائمة على اساس ديني مفترض يعني لا يصف لا تصف اوروبا نفسها او دول اوروبا نفسها ولا تصف الولايات المتحدة الامريكية نفسها باعتبارها دولة مسيحية او دولا مسيحية على الاطلاق خد بالك حتى في مجتمعنا احنا ما نطلق على الدول العالم الاسلامي احنا هنا بنتكلم على الاغلبية من السكان ولا نصف نفسنا باعتبارنا دول قائمة على مفاهيم الخلافة الاسلامية مثلا يعني عندنا دستير مبنية على اسس اه تستند على اسس اه عندنا اغلبيات مسلمة اه لكن لا نصف نفسنا باننا دول قائمة على اسس خلافة اسلامية او امارات اسلامية او مفهوم ديني على الاطلاق لما بايدن يقول مفهوم او منطوقه اللي منشور في المقال بتعوله ستريت جونال ويقول تقضي على الدولة اليهودية الاخيرة الدولة اليهودية الوحيدة في العالم ده معناها ان جو بايدن مصر بل انه عنده قناعة كاملة ورئيسية بوجود دولة دينية تحديدا يهودية مش بس في العالم ولكن في المنطقة عندنا او مش بس في المنطقة عندنا ولكن في العالم وانه ده من ضمن المستهدفات هذا التصريح او هذا القول او هذه الجملة من جو بايدن هي جملة كاشفة ومخيفة الى بعد الحدود ده يخدك على طول على انه لما يبقى فيه عندي دولة دينية ما يهودية مسيحية بوزية اياك سمي زي ما تسمي بقى تصف نفسها او تصف نفسها بهذا الموصوف الديني ده اللي هيشجع وجود افكار مستمرة على خلق دول على اساس ديني مختلفة في العالم فيظهر لي بعد كده زي ما كانت بتشتغل داعش بمفهوم ان هي عايزة تعمل امبراطورية اسلامية فيبقى هي دي دولة الخلافة فتبقى دولة دولة الاسلام في العراق والشام وما الى ذلك الله يبقى انتوا سايبين اسرائيل ويتم وصفها وتموضعها باعتبارها الدولة اليهودية لسه محبوجه والدولة اسلامية ويمكن في وقت من الاوقات نجد انه في دولة مسيحية وانا انا اكلمك على التطرف القائم في التلات التلات عندهم تطرف مش الاديان لكن بعض ممن يصفون نفسهم بالناس المتدينين او اللي بيعتقدوا انهم دول رعاة الدين والمتحدثين باسمه وكأنهم يتحدثون بالنيابة عن ربنا سبحانه وتعالى في التلاتة هتلاقي فيه متشدد وفيه متشدد وفيه متشدد ده مما لا شك فيه نفس انسانية امر بالسوء فيبقى جو بايدن بهذا التصريح انما يشجع ويؤكد ويكرس على وجود دول دينية اخرى في المنطقة يبقى فيه خط جديد بيترسم وهو ده الكلام بيقول كده انا ما بيقولكش بقى ان هو ده ما نطق بيه صراحة لانطق بيه صراحة دولة يهودية الوحيدة في العالم اذا انت عاوز تكرس تاني لقيام دول دينية في المنطقة او مستعد انك تسمح بيها في ثوب جديد زمان كان فيه القاعدة بعد شوية بقى فيه داعش طب واللي جاية هيبقى ايه؟ ده شيء مخيف شيء مخيف التوصيف الديني للكينات والدول توصيف مخيف ولا يصح ولا يستقيم لما ييجي من واشنطن ويقرأه زعماء او تقرأه دول العالم الحر وتصمت يبقى الناس مستعدة لده وهتفضل تؤديد غير كده هو كمل طبعا في المقال بتاعول ستريت جونال على انه احنا مش هنسمح ابدا بتهديد امن اسرائيل كل الكلام ده احنا حفظينه وعارفينه وبيتكلموا فيه بقى لهم عشرات السنين مش دي المسألة خلاص هو مفهوم الموقف الامريكي فيه دعم اسرائيل ودعم امنها ودعم جيشها وتسلحها واقتصادها ودي طبيعة اسرائيل اقتصاد قايم على التبعية من ناحية والاستتباع من ناحية تانية يحتل اراضي ويخلق مظلوميات لشان يقدر يستقبل مساعدات يستقبل دعم لوجستي يستقبل دعم سياسي يستقبل دعم عسكري ده مفهوم لكن الدور اللي بتلعب الولايات المتحدة الامريكية اصبح مفهومة لكن التوصيف الاخير توصيف مخيف